اخ محمد من المغرب اهلا وسهلا فيك تفضل السلام عليكم وعليكم السلام مرحبا انا محمد من المغرب سكلام معكم من اهلا وسهلا يا اخ محمد تفضل تفضل يا اخ محمد ارجو ان اقول لكم لماذا لا تقولون للناس الحق لماذا لا تظهرون الحق واي حق انت بتتكلم عنه يا اخ محمد هل تسمعوني انا اسمعك انت بتتكلم عن الحق واي حق انت تتكلم عنه انت قلت انه لماذا لا تقولون كلمة الحق للناس لماذا لا تظهرون للناس الحق لماذا لا تقولون بان انجيلكم محرف ومن قال لك ان انجيلنا محرف من اللي قال لك هذا الكلام هل قال لك القرآن ان الانجيل محرف اريد منك ان تحضر نسخة اصلية لانجيلكم هذا والانجيل قبل القرآن كان مترجم اكثر من عشر لغات هذا الانجيل محرف لا 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 انت بتقول محرف هل قال لك القرآن انه محرف والله عز وجل يقول فويل للذين يكتبون الكتاب بايديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا لمن يتكلم هذه الاية اخي محمد لمن يتكلم هذه الاية لانه كتابك مع احترام لك يقول عن الكتاب المقدس انه هدى اسمعني يقول هدى ونور للناس فهذه الاية لمن تتكلم اقرأها وفحصها وارجع احكي معاي المرة القادمة لانه وقتنا ازف يعني على الانتهاب بحب انك تتصل معاي المرة القادمة لانه عاوزك تقرأ الاية شو رايك؟ اتفقنا؟ اوكي كان الاخ محمد من المغرب يدعى يقول ليه ما منتكلم كلام الحق للأسف هو يردد كلمات يسمعها بدون الفحص وبدون البحث مع انه هذا الكتاب اكثر كتاب في الوجود هو مؤيد ومثبت علميا وتاريخيا حتى اي مخطوطة اخرى في هذا الوجود يعني انت بتكلم عن اكثر من 24 الف مخطوطة عادة عن الكوديكس اللي هي نسخ مثل السنائية والفيتكنية والباشيطة يعني موضوع كبير طويل فاذا هنا يعني يتحدث لانه لا يناسب كلامه فهو محرف بدل ان يبحث ويقارن ليه يعني ليه محرف ومتى حرفه ومن حرفه ولمصلحة من التحريف هل اليهود حرفوا؟ طب معنا المسيحيين العهد القديم وهل المسيحيين حرفوا العهد القديم؟ عند اليهود نسختنا ومن يستطيع ان يبدل كلمات الرب لا تبديل لكلمات الرب ومن يتجرأ على تحريف كلام الله يعني هذه زي تون نوتا صرنا نسمعها بشكل مستمر وانا بتمنى من كل قلبي انه يتصل معاي اخي محمد من المغرب الاربع القادم على كل حال عاوز اقول احبائي انه اي مستحيل او اي جبل امامك تستطيع من خلال الصلاة بالايمان لمجد الرب وحسب ما شئت الرب انه تقوم بامور عظيمة انا بصلي اليوم انه الرب يعطي شفاء وفعلا يعطي ابراء وكل واحد بشاركنا انا بصلي وبيشاهدنا انا بصلي اليوم انه اليوم يكون يوم خلاص في حياتك عجلة الزمان تتقدم لا ترجع الى الوراء اليوم ان سمعتم صوته فلا تقصوا قلوبكم اليوم اطلب الرب في حياتك صلاة بسيطة اقول له ارحمني انا الخاطئ تعال اسكن قلبي وغير حياتي وادعوك حتى تكون ربي وسيدي ومخلصة اذا صليت محتاج لمساعد روحية بكل سرور الرب يكون معك اشتركوا في القناة